الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط وما تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالعار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان بينهما برزه لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمغتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواهم من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماوات والأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم إذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوصون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن حاس مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أخنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجليان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرك فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عصير والقؤان الحكيم إنك لمن المرسلين على خراق مستقيم تنزيل العزيز اللحيم تنزيل طوما ما أعوذر آباؤه فبأي آلاء ربكما تكذبان وغلاء ربكما تكذبان أغلقهم أولالا فأي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسواق عليهم أأذوتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من السبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأدر كريم إنما نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وغرب لهم مثلا أصحاب القرية ويوجد جاء أهل المرسلون إن أرسلناها إليه متنين فكلبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنما إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر نفلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شرق إن أنتم إلا تكبرون قالوا ربنا يعلم إنما إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنما إلينا بخيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب الأليم قالوا طائركم معكم بإن ذكرتم بل أنتم قوى المصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم منتدون وما لي لا أعبد الذي سطرني وإليه توجعون فأتقد من دونه آلية في يردني الرحمن بذل الله وما توب عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إنني إذن لكي ضلالي مبين إذن لكي ضلالي مبين من يعلمون لما غفوا لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدني من جاد من جاد من السماء على قومه من بعده من جاد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستمزئون ألم يروا كم أغلثنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية اللوم الأرض الميتم أحييناها وأخرجها منها حبا فمنه يأفرون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنام وفجرنا فيها من العمور ليأكلوا من ثمنه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من لا تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منهم مهار فإذا هم مغلمون والشمس تجري لمستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدمناه منازل حتى عادة العرجون القدير لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا دليتهم في الفلك المشعول وخلقنا لهم يسله ما يركبون وإن مشاء نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقصون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا طيل لهم اتقونا بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا طيل لهم أنفقوا مما وزقطوا الله قال قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا قالوا أنف عوما لو يشاء الله أطعمه إن آتم إلا في طلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلا أهلهم يودعون ونفح في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من موقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا قلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاتهون هم وأزواجهم في غلال على الأرائك مهتكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني أعدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدني هذا صراط مستقيم ولقد أطل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يشلوها اليوم بما كنتم تكثرون اليوم نختم على أفضالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبخوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استطعوا ضيا ولا يوجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلق العديم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقوم فالسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر وهل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بذا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأزلوا قولكم أو اجهوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصدا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم يدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يوزقكم إن أمسك رزقكم بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صوط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قل لما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن لما العلم عدام وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ظلفة سيئة أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعو قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم كن هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غيرا فمن يأتكم بماء معي قل أرأيتم إن أصبح ماء فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبا خافدة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أباء منبتا وكانتم أزوادا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابكون السابكون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضون متكئين عليها متقابلين يتوف عليهم ولدان مقلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين ما يصدعون عنها ولا ينزقون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحوب العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين لما أصحاب اليمين في سدن مخدود وطلح مغدود وظل مبدود وماء مسعوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْ شَاءً فَاجْعَلْنَاهُنَّ أَبَكَارًا عُوبًا أَتْرَابًا لأصحاب اليمين كلّة من الأولين وكلّة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل مني أحموم لا بارد ولا كريم إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِلُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَكُولُونَ أَئِذَا مِثْنَا وَكُلْنَا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوتُونَ أَوَأَبَاءُمَ الْأَوَّلُونَ كُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَمُوعُونَ إِلَى مِيقَتْ يَوْمٍ مَعْلُومٌ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الظَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ فَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَكُّومِ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُكُومِ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْمِيمِ هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمُّونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِكُونَ نَحْنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ على أن نبذل أمثالكم وانشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُقُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّائِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ قُطَامًا فَوَلْتُمْ تَفَتَّهُونَ إِنَّا نَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءُ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءُ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنْزَلْكُمُ مِنَ الْمُزْلِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءُ الَّذِي تُورُونَ أَآتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرْتَهَا أَنْ نَحْنُ الْمَنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمَطْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَمَا أُقْسِمُ بِمَوَاطِعِ النُّدُونَ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَنُ عَظِيمِ إِنَّهُ لَكُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُطَرَّرُونَ تَنْزِلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُمْ مُدَهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقُكُمْ أَنَّكُمْ تُكَلِّبُونَ فَلَوْنَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنتُمْ حِينَ إِذٍ تَامُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنَّا تُبَصِرُونَ فَلَوْنَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَتِينِينَ تَرُجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعُونَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُتَذِّبِينَ الظَّالِينَ فَنُزُلٌ مِّنْ خَمِيمُ مَطَصْيَةُ جَحِيمُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْنِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْقَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أخواههم إن يقولون إلا كذباً فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَقَى إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرُضِ زِينَةً لَهَا لِنَبَلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِنُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْسِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَانِ مَا لَبِثُوا أَمَدًا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذا شططاً هؤلاء قوم لاتخذوا من دونه إلهاً لولا يأتون عليهم بسلطان بين فَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنِ افْتَوَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمَا هُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهَ فَأُوْهُ إِلَى الْكَغْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ فَأُوْهُ إِلَى الْكَغْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رُحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وترى الشمس إذا طلعت تزاور أن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا وَرَبَتْ تَقْرِبُهُمْ ذاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي صَجَوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهُ مَنْ يَغْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُتْلِلْ فَلَا فَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْكُوبًا وَهُمْ رُقُودًا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرُوعِيهِ بِالْوَصِيدِ لو اقلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ الى الْمَدِينَةِ هَذِهِ الى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طُعَامًا فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طُعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِضْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّصُ وَلْيَتَلَطَّصُ وَلَا يُشْقِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إنهم إن ينهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم سيملتهم ولا تصلحوا إذن أبدا وكذلك أعثونا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْنِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهُمْ مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالنهم كلبهم قل ربي أعلم بعذتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عُدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَالْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَاءً يَهْدِيَ لِرُبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ولبثوا في كوفهم ثلاث مئة سنين وازداد تسعى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واكسل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنكم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوصلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر منا أعتدنا للملمين نارا أحاط بهم صرادكها وإن يستغيث ويغاث بماء إن كالمولي يشوي الوجوب بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إِنَّا لَا نُبِيعُ أَدْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مَنْ ذَهَبٍ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُطْرًا مِنْ سُنْدُسٍ يَا سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَطٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ نِعْمَ الثَوَابٍ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاغْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا وَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَسْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَاجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرُعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُقْلَنَا وَلَمْ تَوْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّوْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه كُولَ مَا أَذُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَإِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقُنَبًا قُولَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خُلَقُكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ مُتُفَتٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرُسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَورًا فَلَا تَسْتَقِي عَلَهُ طَلَبًا وأحيط بتمره فأصبح يقلب كفسيه على ما أنصق فيها على ما أنصق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تلروه اللياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير أبلا ويوم نسير الجبال وتوا الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصادا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يؤمن ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس كان من الجن ففسقع الأمر ربه أفتتخذونه وذليته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للمؤمنين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المظلين عبدا ويوم يقولوا نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقا ورأى المجرمون النار فظلوا أنهم مواطعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قدلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطن ليدحطوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أعلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحما لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيلا فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطون أن ألقرا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبع فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتنا لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخرني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكيا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نفرا قال ألم أكلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني غلرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية قد استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقب فأقاما قال لو شئت لاتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنزلهما وكان تحته كنزلهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرا إننا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مورب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا تلقرنين إما أن تعذب وإما أن تتقذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرع عليه قطرا فما استطاعوا أن يوهروا وما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِكُائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِلُوا الصَّالِحَاتِ كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبهون عن حاح ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كُلْ إِنَّ مَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَمَنْ كَانَ يَرُجُو لِكُرُوَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَالِ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أَلَّا تَطَغَوْ فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَمَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخ ذات الأكمام والحب ذو العص والريحان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْحَارِ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ تُكَلِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَطِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَهُ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَغْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ كل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل يوم هو في شأن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّقُلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ عَشُوَاهُمْ مِنْ نَالٍ وَلُحَاسٌ فَلَا تَنْتَخِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ فَيَذَا شَكَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرُدَةً كَالْدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ فَيَوْمَ إِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَاجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقُدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَتُوْفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيمٍ آلِ سَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ حَوْثَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دَوَاتَ أَفْنَانِ سَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دُوَاتَ أَفْنَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجَلِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دَوَاتَ أَفْنَانِ فِيهِمَا مِنْ قُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فبأي آناء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرك وجنى جنتين دان فبأي آناء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم وذاجان فبأي آناء ربكما تكذبان كأن لهن الياقوت والمرجان فبأي آناء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آناء ربكما تكذبان 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 وعب قري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام ترجمة نانسي قنقر